موسيقى نشرة الثالثة عبر شاشة ديبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين مقتل أب وابنته في قصف بطائرات حربية يرجح أنها تتبع قوات فجر ليبيا على منزل أحد المواطنين في الزحفران بسرد مجلس النواب يتوقع سينف الحوار مطلع الشهر القادم وينفي تسلم مسودة جديدة للحوار الوطني والمؤتمر ينوي طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة المؤتمر يعتمد الميزانية العامة للدولة بنحو 43 مليار دينار ويقول أن العجزة سيبلغ 18 مليار دينار في حال استمرار الوضع الحالي كانت هذه العنوين وليكم تفاصيل النشرة قال رئيس المجلس التسييري في منطقة الزحفران بسرد سالم الهمالي إن طائرات حربية من المرجح أنها تتبع لقوات فجر ليبيا قصفت منزل أحد المواطنين بصاروخين مما أسفر عن مقتل أب وابنته وأضاف الهمالي أن القصف أسفر أيضا عن جرح أكثر من خمسة أشخاص بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفى بن سينة بالمدينة فضلا عن تضرور عدد كبير من المنازل المحيطة بالموقع المستهدف وأكد الهمالي أن المنطقة المستهدفة هي منطقة سكانية بالكامل ولا يوجد بالقرب منها أي منشآت أو ثقنات أو مظاهر عسكرية أكد أمير الشرطة العسكرية رئيس الغرفة الأمنية سيرت محمد الزادمة قصف باخرة محملة بالوقود متجهة إلى محطة سيرت البخارية اليوم من قبل طائرتين عموديتين تابعتين لقوات حفتر وأوضح الزادمة أن البحث ما يزال جاريا عن طاقم الباخرة وأن فرق البحث تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص الليبيين كانوا على متنها هذا وأضاف رئيس الغرفة الأمنية أن البخيرة كانت راسية وبصدد أنزل حمولتها قبل أن يتم استهدافها من قبل قوات الكرامة وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمير الشرطة العسكرية رئيس الغرفة الأمنية سيرت محمد الزادمة بداية عن سيد الزادمة هل شرحت لنا خلفيات هذا الحادث؟ السلام عليكم وعليكم السلام فيما يخص الناقلة ناقلة في وقود الجيل سرت بشكل دوري شهريا جيل في الوقود المحطة البخارية الكهرباء محطة غرب سرت نعم سيد الزادمة والحادثة صارت مفاجأة تفاجأنا بطيران زيز طائرات تعرضا للباخرة بعد رسوم تاحها وتباشر في إنزال الوقود تم قصفها نعم بعدين تدخل القوات ودخل فرق الانقاذ لسعاف الموقف نعم طيب سيد الزادمة فرق الانقاذ إلى أين وصلت مجهودات فرق البحث حتى هذه اللحظة؟ قاعد جاري العامل قاعدة فرق البحث في عرض البحر طيب هل هناك أي خطورة بيئية ربما لتسرب الوقود في البحر سيد محمد والله فيما يخص الخطورة البيئية هذه تخزيات الاختصاصية لتقدر قيمة الضرر نعم أمر الشرطة العسكرية رئيس الغرفة الأمنية سيرت محمد الزادمة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك قال مصدر طبي في المجلس التسيري بمنطقة الجرطبية بسيرت أن مركز الجرطبية الصحي يعاني من انقطاع الامدادات الطبية والأدوية والتحاليل الطبية منذ عدة أشهر في ظلي غياب الدولة عن المنطقة وأضف المصدر أن المركز يعاني نقصا في تطعيمات الإجبارية للأطفال وأدوية السكر وضغط الدم فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والإسعافات الأولية ونشد المصدر والمنظمات الدولية توفير الدواء والإمداد الطبي للمركز قال الناطق الرسمي باسم قوات فجر ليبيا في المحور الشرقي من مدينة الزاوية نبيل بوزواي أن طفلين على الأقل قتلا صباح اليوم إثر انفجار قنبولة يدوية كان يلعبان بها في منطقة الحرشة بالزاوية وأضاف بوزواي أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة طفلين آخرين بجروح حرجة نقلا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الزاوية التعليمي مشيرا إلى وقوع أضرار كبيرة بالمبنى الذي شهد الانفجار للمزيد من التفاصيل نضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم قوات فجر ليبيا في المحور الشرقي لمدينة الزاوية نبيل بوزواي سيد بوزواي هل من تفاصيل أكثر عن مقتل هؤلاء الأطفال؟ أولا الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان يوم أمس عملية تفجير قنبلة يدوية وهي نوع رمانة فهدت إلى مصر قسلين واثنين في مستشفى الزاوية التعليمي فحالتهم حرجة كما أسلفت بالذكر بالنسبة ما يخص بالأضرار كانت أضرار ضخمة بالنسبة للمنزل والأوضاع حالتهم إن شاء الله نظر الله أن تكون أوضاعهم طيبة نعم طيب سيد بوزواي صف لنا الوضع الميداني في المحور الشرقي لمدينة الزاوية الآن بالنسبة للوضع حاليا اليوم هناك هدوء نسبيا هناك بعض إطلاق النار من الطرف التاني ويتم الردود عليهم ولكن الأوضاع طيبة بالنسبة للطريق الساحلي مفتوحة ولكن لا تبرو أن الماء بها عملية مجازفة لأن ليس هناك تأمين شامل بالنسبة للطريق الساحلي وبالنسبة لأوضاع داخل الزاوية يعني نعلم علما يقين أمس كانت هناك وفد من قبيلة المجارحة كان هذا الوفد يتضمن موضوع المصالحة بين منطقتين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة نعم ومن خلال من خلال مداخلتي حقيقة نحب أن نحيي قبيلة المجارحة على الجهود نعم طيب يعني أشكرك سيد بوزواء يعني أن ناطق باسم قوات فجر ليبيا في محور الشرقي لمدينة الزاوية كنت معنا عبر الهاتف زار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني خلف الغويل أمس محاور جبهة الوطية حيث تفقد المقاتلين تابعين لقوات فجر ليبيا وبحسب موقع حكومة الإنقاذ الوطني فقد وقف الغويل على آخر تطورات الوضع الميداني في جبهة القتال واطمأن على الوضع النفسي والمعنوي لقوات فجر ليبيا في تصديهم لما يسمى بجيش القبائل قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر أحميدان إن المؤتمر اعتمد اليوم الميزانية العامة للدولة بعد موافقة 98 عضوا من أصل 100 عضو حضر الجلسة وضف أحميدان أن الميزانية اعتمدت بمبلغ يقارب 43 مليار دينار بعد أن تم الاتفاق على عدم صرف أي بند في الميزانية إلا عن طريق منظومة الرقم الوطني وأشار أحميدان إلى أنه اتخذ القرار الفعلي بشأن رفع الدعم عن السلع وتحويله إلى دعم نقدي بمعدل 50 دينار لكل مواطن من جهاته قال عضو الميزانية في المؤتمر الوطني العام محمد معزب إنه بسببه للأوضاع الحالية سيرتفع العجز إلى 18 مليار دينار مشيرا إلى أنه من الممكن تقليل نسبة العجز بعد تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع معدل إنتاج النفط وأشار معزب أن الموارد النفطية ستدخل في العام الحالي في الخزينة الليبية ما يقرب من 13 مليارا وذلك حسب التقديرات الحالية لأسعار النفط والإنتاج الفعلي كما ستدخل بواقع الأرصدة للعام الحالي في الخزينة العامة للدولة ما يقرب من 7 مليارات وأوضح معزب أن وزارة المالية في حكومة الإنقاذ طلبت 23 مليار دينار تحت بند المرتبات ولكن المؤتمر لم يوافق إلا على 19 مليار بعد اعتماده لمنظومة الرقم الوطني للمزيد من التفاصيل لا ينضم بل تنضم إلينا عبر الهاتف من ترابلس عضو المؤتمر الوطني العام نعيمة الحامي سيد الحامي هل من تفاصيل أكثر حول اعتماد هذه الميزانية مساء الخير أهلاً وسهلاً سهلاً 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 تقريباً يعني ربط السيدة حليدان يعني لو كان هناك استفرطار محدد لربما أجيب علينا عدد من المنطوط على هذه الميزانية من التفاصيل بالفعل من عدد من حضور آه مئة عضو القانون الميزانية يحقوي على ثلاثة وثلاثين آه مادة آه تصريد على استبدال الدعم السلعي إلى الدعم النقضي بالفعل إلى خمسين دينار آه ميزانية آه أقصد علاوة الأبناء والزوجة متضمنة أيضاً هذه الميزانية آه لا أعلم يعني ما حضر فيكم إذا كان هناك استشطار معين نعم طيب يعني أود أن أسألك يعني هنا هل تتوقعين يعني أن يؤثر الغاء الدعم السلعي يعني وتعويضه بآخر نقضي في تحسين الوضع المالي للدولة تعلموا بأن الدعم السلعي قيمته 12 مليار وكسر الآن عندما استبدل بالدعم النقضي أصبح الآن الدعم 3 مليار ونص يعني هناك فرق كبير ستدعم به الميزانية العامة بدون الله هذا الخوار نعم عضو المؤتمر الوطن العام نعيم الحامي كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك نفى عضو مجلس نواب صالح هم تسلم فاريق الحوار الوطني لمسودة جديدة للحوار مضحاً أنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة التعامل مع رفض المؤتمر الوطني المسودة ورجح هم استناف الحوار في الثامن من يونيو القادم بعد المشاورات التي عزرها ممثلون عن فريق الحوار التابع لمجلس النواب مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردين اليون في تونس للدفع بالحوار ومعرفة أسباب الجمود غير المبرر حسب تعبيره قال عضو وفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام محمد معزب إن المؤتمر بصدد أطلاق خطة طريق شاملة لحل الأزمة في ليبيا في 48 ساعة وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأناضول للأنباء وأشار معزب إلى أن المؤتمر سيصدر خطة حل للأزمة في ليبيا بعد غد الثلاثاء على الأكثر وستكون بمثابة مبادرة قدم المؤتمر فيها شيئاً من التنازل مضيفاً أن المبادرة تتضمن تعديلاً على الإعلان الدستوري يسمح لمجلس النواب المنعقد في طبرق بالمشاركة في جسم تشريعي جديد يراقب عمل حكومة التوافق القادمة ونوهم عزب إلى أن البعثة الأممية الرعية للحوار في ليبيا لم تتصل بهم لتحديد موعد جديد لسنة في جلسات الحوار قالت منصقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني في اجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي مع ممثل الاتحاد الأوروبي في الدوحة اليوم قالت أن الجانبين سيناقشان في المقام الأول موضوع تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من ليبيا هذا وأوضح وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس أن الاجتماع التنسيقية ناقش القضايا الأقليمية خاصة تطورات الأوضاع في العراق وليبيا والسوريا واليمن مؤكدا وجود توافق في الأراء بين دول مجلس التعاون حيال هذه القضايا التي تم التنسيق بشأنها والنقاش في هذه الموضوع الموضيع ينضم إلينا عبر سكايب المستشار السياسي لفريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح سيد الشح ما النقطة التي سيستأنف منها حوار الصخيرات مطلع يونيو الجاري وهل تتوقع الضار مسودة رابعة بسم الله الرحمن الرحيم سيد ليون لمح بأنه سيصدر مسودة رابعة نظرا لأن المسودة الثالثة كانت صادمة وكانت غير مؤسسة تأسيس حقيقي على جولات الحوار السابقة والتي كانت كان يفترض فيها التوازن في الحل السياسي لكي يتجنب رفض أحد الأطراف رفضا مطلقا ولكن للأسف جاءت هذه المسودة بتأسيس منحاز بشكل كامل حتى ولو أنها في دباجتها احترمت شكليا حكم المحكمة وانتخابات 25 يونيو ولكنها فعليا لم تحترم مؤسسة القضاء الليبي وبالتالي كان الرفض رفضا كاملا من قبل المؤتمر الوطني العام والمطالبة بإصدار حل سياسي أو بإصدار مسودة أخرى بها حل متوازن أعتقد أن الأفق لم يعد بذلك الرحابة أمام سيد برناردين اليون ولا يمكنه تعديل تعديل المسودة تعديلا جدريا حتى ولو أنه قدم مسودة رابعة وأعتقد أن محور الخلاف هو عملية التمديد لجسم البرلمان المنعدم دستورية لمدة سنتين دون الرجوع إلى إرادة الناخب الليبي الذي انتخبه ولو كان بـ 15% ولكنه انتخبه لمدة 18 شهرا في ظل ظروف غير الظروف التي نعيشها اليوم أعتقد أن المؤتمر لو قدم مبادرة أخرى ولو استمر في عملية النقاش حول مسألة رقابة الحكومة القادمة أعتقد أن هذا سيطيل المفاوضات ولا حل أمام الليبيين في ظل هذه المخاطر الكبيرة التي تتهدد وحدة واضح واضح سيد الشاحي مجلس النواب سلم رده على المسودة الأولى متى سيرد فريق المؤتمر أو هو فقط سيكتفي بما أعلنه أي رفضة لهذه المسودة الثالثة لا المؤتمر جاهز رده بشكل تفصيلي على الأسس التي بنيت عليها المسودة ولكن المؤتمر ارتأى أن يشكل فريق للتقييم أو لجنة لتقييم عمل فريق الحوار وهذه اللجنة انتهت من عملها وقدمت اليوم تقريرها للمؤتمر وأعتقد أنه في خلال الساعات القادمة سيصدر موقف واضح ومفصل وفني من خلال المؤتمر الوطني العام طيب هناك قمة أوروبية خليجية اليوم في الدوحة وعلى جدوى الأعمال هي الملف الليبي ما الذي يمكن لهذه القوى الإقليمية أن تقدمها للمساعدة في حل الأزمة؟ أعتقد أن التدخل الإقليمي هو أحد أسباب استمرار الأزمة الليبية الحلف الإماراتي المصري للأسف كان سبب في استمرار هذه الأزمة وأعتقد أن تغير الظروف الإقليمية وتبدل الأولويات الإقليمية وإعادة القيادة السعودية لدفة المركب في منطقة الخليج العربي أعتقد أنها ستغير في المواقف الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة وكان هذا الاجتماع التشاوري بين الاتحاد الأوروبي الذي يتوجس من ازدياد الاختثال في ليبيا وازدياد عمريات الهجرة غير الشرعية وموت الآلاف من المهاجرين في البحر وتخوف أيضا من استفحال عملية انتشار المتطرفين في جنوب المتوسط أعتقد أن هذه القمة ستعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح في دعم حمل السياسي متوازن بين الإطراف الهيبية لا يخدم أهداف دول معينة في حد ذاتها وضع المستشار السياسي لفريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام سيد أشرف الشيح شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف الثالثة متواصلة وفيها بعد الفاصل هيئة الأوقافة تبيعة لحكومة الأزمة توقف 12 خطيبا وإماما ومحفظا بمدينة بنغازي بعد امتناعهم من الدعاء على المناوئين لعملية الكرام مقتل أبن وابنته في قصف بطائرات حربية يرجح أنها تتبع قوات فجر ليبيا على منزل أحد المواطنين في الزحفران بسرد مجلس النواب يتبقع استيناف الحواري مطلع الشهر القادم وينفي تسلم مسودة جديدة للحوار الوطني والمؤتمر ينوي طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة المؤتمر يعتمد الميزانية العامة للدولة بنحو 43 مليار دينار ويقول أن العجزة سيبلغ 18 مليار دينار في حال استمرار الوضع الحالي أهلا بكم منجديد أفاد مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي بوقوع اشتباكات بمحاور جميع بنغازي وشارع فينيسيا والمحور الغربي للمدينة وضف المصدر أنه جرى في هذه الاجتباكات تبادل للقذائف بين الطرفين مشيرا إلى أن القوات الموالية لحفتر كثفت قصفها بصواريخ الجراد على عدة مواقع وبشكل عشوائي دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية وأوضح المصدر أن قوات شورى الثوار تمكنت من صد تقدم لقوات حفتر في المحور الغربي للمدينة وتدمير عدة آليات أرسل فرع الهلال الأحمر في ترابلس شحنة من المساعدات الطبية جوا عبر مطار معتيقة إلى مستشفى المقريف المركزي التعليمي بجدابيا مرورا بمطار لبرغ وقال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر فرع ترابلس مالك مرسيط أن هذه الشحنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي ومصرف الدم بطرابلس مشيرا إلى أنها تحتوي على كمية من الصبغة الخاصة بالتصوير المقطعي وأكياس للتبرع بالدم وقرطصية خاصة بتصوير الأشعة والتحليل الطبية قال مدير المكتب الإعلامي بالقوات الثالثة المكلفة تمين الجنوب محمد جليوان إن مدينة أوباري تشهد هدوءا حذيرا منذ ثلاثة أيام مضحا أن أجتبكات بالأسلحة الخفيفة دارت يوم أمس بين قبيلتي التبو والتوارج وضف جليوان أن الوضع الإنساني بالمدينة السيء بعد نزوح معظم الأهالي منها إلى خط الوادي مشيرا إلى أن كل المساعدات الإنسانية تقدم لهم في تلك المنطقة هذا وافد مدير المكتب العالمي أن الطريقة المؤادية إلى خط الوادي من مدينة سبها مفتوحة وافقت إدارة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له على مقترح استكمال منظومة الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت للحصول على جواز السفر مضحة على صفحتها الرسمية أن العمل جار على التصميم وستكون المنظومة متاحة في أيام واضافت الإدارة على صفحتها أنها في انتظار إحالة المخصصات المالية من مصر في ليبيا المركزي لتوريد كمية جديدة من خام جواز السفر وفتح أقسام جديدة للجوازات بمختلف مناطق البلاد فضلا عن زيادة محطات التصوير بالمواقع والأقسام الحالية أكدت إدارة جؤون القرآن الكريم والسنة بوزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ على صفحتها الرسمية انطلاق المسبقة الرابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده اليوم بقاعة المعهد التخصصي للدراسات الإسلامية بمنطقة جنزور هذا وأقيم حفل افتتاح المسابقة على تمام الساعة العشرة من صباح اليوم وستستمر المسابقة حتى الخميس القادم بمشاركة قرابة 52 متسابقا أكد مصدر فضل عدم الكشف عن هويته لقناة ليبيا لكون الأحرار إقافة 12 خطيبا وإماما ومحفظا بمدينة بنغازي من قبل هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الأزمة التي كلفها مجلس النواب وأوضح المصدر أن الإقافة جاء على خلفية عدم استجابة الآمات والخطباء لتعليمات الهيئة التي تفيد بضرورة الدعاء على المناوئين لعملية الكرامة يشار إلى أن الهيئة استولت على مقر وزارة الأوقاف بنغازي عقب دخول القوات التابعة لعملية الكرامة المدينة دون إجراءات التسليم والتسلم ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقفين التونسيين في ليبيا بين اليوم وغد الأثنين بعد أن أخلي سبيل عدد من الموقفين في ترابلس الخميس الماضي ونقلت الوكالة التونسية عن مدير مكتب المراسم بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس قولة إنه لا يمكن حاليا تحديد عدد التونسيين الموقفين لعدم التثبت من هوياتهم يذكر أن وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ قد أفاد في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار في وقت سابق بأن توقيف المواطنين التونسيين جاء بسبب اختراقهم لقاوة دين الإقامة في ليبيا وقبض عليهم ضمن حملة أمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ذكرت صحيفة الڭارديان البريطانية أن من وصفتهم بالجهاديين البريطانيين ينون التوجه إلى ليبيا للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرة إلى أنهم يختارون السفر جنوبا عبر إيطاليا وعبر البحر المتوسط إلى شمال أفريقيا لتجنب الإجراءات الأمنية في المطارات البريطانية وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد أن تحركات الجهاديين البريطانيين جرى رصدها حيث يعتبرون البحر المتوسط في سفن من جزيرة سقلية الإيطالية متجهين إلى تونس قبل العبور إلى ليبيا حذرت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها من زيارة المناطق السياحية المصرية القريبة من الحدود الليبية حتى مسافة 50 كم وذكرت الوزارة في بياد لها أن تلك المناطق تمتد حتى واحد سيوة والمناطق السحراوية في الجزء الغربي لمصر والتي تضم واحدة الفرافرة والداخلة والوحات البحرية وكذلك الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وأشارت الخارجية الكندية إلى أن هذه المناطق يجب تجنبها نظر لوجود الجماعات المسلحة التي تنشط على الحدود مع ليبيا قبل الختام هذا تذكير بالعنوين مقتل نواب وابنته في قصف بطائرات حربية يرجح أنها تتبع قوات فجر ريبيا على منزل أحد المواطنين في الزعفران بسرد مجلس النواب يتوقع استيناف الحوار مطلع الشهر القادم وينفي تسلم مسودة جديدة للحوار الوطني والمؤتمر ينوي طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة المؤتمر يعتمد الميزانية العامة للدولة بنحو 43 مليار دينار ويقول أن العجزة سيبلغ 18 مليار دينار في حال استمرار الوضع الحالي ختم النصرة في أمان الله ورعاية اشتركوا في القناة